السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم من جديد معاكم الدكتورة آية موضوعنا النهاردة مختلف شوائتين هنتكلم على تكسيف الحواجب سواء بطرق طبيعية أو بحاجات من الصيدلية وازاي نستخدمهم طبعا من المعروف في كل العالم أن المرأة بتهتم بجمالها وبصحتها وبرشاكتها وأن من أهم الحاجات اللي بتركز عليها طبعا الواجهة عشان تظهر بأفضل وأجمل مظهر وطبعا اللي بيميز جمال المرأة هو عيونها ورسمة حواجبها عشان كده بتحرص المرأة على العناية بحواجبها كتير فيه ناس بتعاني من كسفة زيدة للحواجب وفيه ناس بتعاني من القلة كسفتهم وده الأمر الأكثر انتشارا بين النساء عشان كده هناخد شوية تعليمات وهنعرف إيه الحاجات الطبيعية وإيه الحاجات اللي ممكن نجيبها من الصيدلية عشان نزود من كسفتها أول حاجة هنتكلم عن نصيح عشان شعر الحاجبين عشان توصلي لحاجبين جاملين تأكدي طبعا من حصولك على ما يكفي من الحديد وان انت ما عندكيش أنيميا الحديد وحتى لو عندك أنيميا حاول ان انت تعالجيها لاني زي ما الأنيميا بتسبب تساقط في الشعر برضو ممكن تسبب تساقط في الحاجبين تاني حاجة برضو فيتامينات زي فيتامينات بها ستة ده برضو بيحافظ على صحة الضوافر وصحة الشعر فحاول ان انت تاخدي ما يكفيك من الغذاء أو ممكن من الفيتامينات الإضافية طيب برضو بتتكون الحواجب من البروتين فحاول ان انت تكتري من تناول اللحوم إلا مثلا لو انت نباتية فانت هتكتري برضو من البروتينات عن طريق البقليات زي الفسولية والخضار زي الأرنبيط وكمان الأم حاولي برضو ان انت تبعدي عن نتف شعر الحاجب لان ده برضو بيأثر على بصيلة الشعر وبعد كده ممكن يحصل التهاب مطرح البصيلة والشعر بعدين تطلعش ونيجي بقى لأهمية التدليق لان ليه أهمية كبيرة في انه هو بينشط الدورة الدموية وبيفضل طبعا انت يتدلكي حواجبك بلطف يعني برضو مش بعمف عشان برضو ما يحصلش نتفل الشعر حوالي مثلا 3 او 4 مرات يوميا والتدليق ده يكون يقيمة بتمشيط بفرشة للحواجب باتجاه الشعر او من خلال التدليق بحركات دائرية بصابعك او باطراف اصابعك طيب هنيجي بقى للحاجات الطبيعية اللي احنا ممكن نستخدمها زي زيت الزتون او زيت الخروة ممكن احنا نستخدمه هنستخدمه ازاي بتحطي كم نقطة مثلا من زيت الزتون على قطن وبتبتدي ان انت تمسح بيهم مكان شعر الحاجب مرتين في اليوم وكمان ممكن تستخدمي زيت الخروة هدهيني برضو الحواجب بزيت الخروة بس خلي بالك النوع تقيل فحاول ان انت تحطي كمية بسيطة مش كمية كبيرة طيب بالنسبة بقى الحاجات اللي ممكن احنا نجيبها من الصيدلية ونستخدمها في تكسيف الحواجب في قطرتين موجودين يا اما دي اما ديت يعني واحدة منهم في حاجة اسمها لوميجان ديت قطرت اصلا عين وكان بتستخدم في الناس اللي عندها مية زرقة على عينيها وفي قطرة تانية برضو والقطرة التانية اسمها زلتان بس هي بتكذب بحرف الاكس ماشي كده هبين لكم الاساميع تبقى موجودة على الشاشة وبرضو هسيبهون لكم في صندوق الوصف عشان تبصوا عليهم قطرة واحدة بس منهم بتتحط منها زي نقطتين على كل حاجب على الجذوب بتاعت الشعر يعتبر مرة واحدة يوميا لحد ما يزود كسافة شعر الحاجب ده الممكن الاطرات اللي ممكن ان انت تستخدميها وبرضو لو عندك مشكلة في حكاية ان الرموش مثلا قصيرة او شعر رموش بيقع ممكن برضو تستخدميها بس تستخدميها على رموش من غير ما تدخل العين على رغم انها برضو مخاصصة للعين بس احنا مش عايزين ندخل في قصة تانية فخليها بس على قد رموش بفرشة المسكرة ممكن برضو ان انت تستخدميها لو عايزة تطولي رموشك ده كان فيديو النهاردة يا رب يكون عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير لي ولو لسه مشتركتوش في قناة تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة